ربك فالأذكار أنواه الحمد لله رب البريات المرتجى منه الخيرات المستعان على القربات جلت قدرته على القدرات وامتاز اسمه على المسميات أحمده أحمده حمد عبد معترف بتقصيره في الواجبات وأستعينه وأستعينه استعانة عبد معترف بتقصيره في الطاعات وأدعوه وأدعوه دعاء عبد مضطر بأن يغفر لي الزلات فهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رفيع الدرجات رفيع الدرجات ومجيب الدعوات ومفرج الهموم والقربات وأشهد أن محمد عبده ورسوله خير من عبد رب الأرض والسماوات ومخرج الناس إلى النور بعد الظلمات وهداهم إلى الصراط المستقيم بعد الشتات فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين رضي الله عنهم بإيمانهم وعمل الصالحات وبشر التابعين لهم بأن لهم الجنات فأسأل الله العظيم أن يرزقنا اتباعهم ويتقبل منا الدعوات أما بعد أخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات ما زلنا نتكلم في هذا البرنامج المبارك أسرار الأذكار عن أذكار النبي صلى الله عليه وسلم المطلقة والمقيدة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه كان يذكر الله على كل أحيانه كما تقول السيدة عائشة أرجى الله عنها في الحديث الذي رأوا مسلم من حديث أمنا عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه أي في كل أوقاته وعلى كل هيئاته كان يذكر الله حين منامه وحين جلوسه مع أصحابه وحين ركوبه على دابته وحين دخوله المسجد وعن خروجه من المسجد حين دخوله منزله وحين الخروج من منزله صلى الله عليه وسلم في كل أوقاته وعلى كل أحياته لذلك لما جاءه أعرابي كما في الحديث الذي رواه ابن ماجة بسند حسن من حديث عبد الله بن بصر رضي الله عنه أن حبيبنا صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام كتكثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به فقال صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل فالأذكار النبوية والأدعية النبوية أفضل ما يتحراه المتحر كما يقول ابن تيمية طيب الله وطراه ورحمه الله الأذكار النبوية والأدعية النبوية أفضل ما يتحراه المتحر على سبيل أمان وسلامه يقول ابن تيمية وسالكها على سبيل أمان وسلامه والفوائد التي تحصل من خلالها لا يعبر عنها لسان ولا يحيط بها إنسان لذلك عشنا مع أذكار النبي التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم عشنا مع التسبيح قولك سبحان الله عشنا مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وما زلنا نتكلم عن التحميد والشكر وبينت في اللقاءين السابقين عن الفرق بين الحمد والشكر وتكلمت عن الشكر بأن الشكر عبادة عظيمة خلق الإنسان من أجلها خلق الإنسان من أجلها خلق الإنسان من أجلها بل إن الشيطان سيعمل بكل طاقاته من أجل أن يبعد بني آدم عن عبادة الشكر قال الشيطان لله سبحانه وتعالى لربه قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين لذلك أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى بأن الفئة القليلة هي التي ستشكر ربها وهي التي ستحقق الشكر وقليل من عبادة الشكور قليل وقليل من عبادة الشكور لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون شكروا لي ولا تكفرون وقال ربنا سبحانه وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم يا الله لئن شكرتم لأزيدنكم وإن أردت أن تحافظ على النعم إن أردت أن تحافظ على النعم عليك بشكر الله عز وجل والحفاظ على النعم يكون بشكر الله عز وجل أما إن عصيت ربك فالنعم تزول إذا كنت في نعمة فرعاها فإن الذنوبة تزيل النعم وحطها بطاعة رب العباد فإن الإله زريع النقو سبحانه وتعالى حافظ على النعمة بشكرك حافظ على النعمة بشكرك لذلك قال ربنا سبحانه لئن شكرتم أي لئن شكرتم نعمتي لأزيدنكم لأزيدنكم في النعمة أنت عاوز أكتر من كده إيه أنت مش عاوز نعمتك تزيد اشكر ربنا عليه انت عاوز فلوسك تزيد اشكر ربنا عليه عاوز صحتك تبقى قوية ومشاء الله تبقى دايما منعا بالصحة اشكر ربنا سبحانه وتعالى عليه اشكر ربنا على نعمة الأولاد عشان ربنا حافظك عليه يبقى لئن شكرتم لأزيدنكم لئن شكرتم نعمتي وأطعتموني لأزيدنكم في النعمة لأزيدنكم في النعمة لذلك الحديث ذكرناه في الحلقات لما كنا بنتكلم عن التحميد حديث ربنا مسلم من حديث أنس بن مالك رجال الله عنه أن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليه الله يرضى عنك انت عاوز يعني ايه يرضى عنك الله يرضى عنك يا رضوان ربنا سبحانه وتعالى أفضل من الجنة وما فيها من نعيم مش ربنا قال سبحانه وتعالى في سورة التوبة وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وَأَزْوَاجٌ مُتَهَرَةٌ اسمع وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ أَكْبَرْ مِنَ الْجَنَّةُ وَأَكْبَرْ مَا فِيهَا مِنْ نَعِيمٌ وَأَكْبُرْ مَا فِيهَا مِنْ نَعِيمٌ فَلَتَبْخَلْ عَلَى نَفْسِكُ وَعَضَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرْ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرْ إذلك لما يدخل أهل الجنة الجنة يقول سبحانه وتعالى في الحديث النبي صلى الله عليه الصحيح إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى عليهم ربنا سبحانه وتعالى وقال يا أهل الجنة يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فقالوا فيقولون أهل الجنة أو يقولوا أهل الجنة وما لنا لا نرضى وقد أدخلتنا الجنة ونجيتنا من النار قال أفلا أعطيكم أفضل من ذلك قال وما أفضل من ذلك قال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبرع يا الله رضوان الله عز وجل شو مجرد أن تأكل الأكلة أن تأكل الأكلة أن تأكل الأكلة كان إمام أحمد بن حمبر كان مجرد بس كل ما يجي يحطه معلقة في بؤه معلقة في بؤه يقول الحمد لله الحمد لله شو بقى بتأكل كم معلقة كم معلقة وطبعا العلماء قالوا بما يخلص أكل خالص ولكن شوف الإمام أحمد من حفظه على إكثار من التحميد والحمد كان يقول عنده كل لقمة يردها إلى فمه الحمد لله إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها فيحمده عليها لذلك من فضائل الشكر أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب الشاكرين من عباده يا الله ما أعظمها من فضل وما أعظمها من جزاء وما أعظمه من شرف أيو الله الله سبحانه وتعالى لا يعذب الشاكرين لذلك قال ربنا عز وجل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما إيه دي قببنا هيفعل بعذابك إن شكرت إيه قببنا هيعزبك لإيه وإيه طبعا أنت بتشكر ربنا سبحانه وتعالى يبقى لذلك إحنا قلنا بالحفاظ على النعم أن تشكر ربنا سبحانه وتعالى إن أردت أن تحافظ على نعم الله عليك اشكر ربنا وأكثر من الشكر أيضا من فضيلة الشكر أن الله سبحانه وتعالى أطلق جزاء الشكر ما قيدهوش ما حددهوش ويعظم الأجر أو عظم الأجر أو إبهام الجزاء دليل على عظم الأجر ثاني كده إبهام الجزاء دليل على عظم الأجر لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال وسناجز الشاكرين ربنا هو اللي يجزيك الملك الكريم الكريم والكريم لو أعطى سيعطي بغير حساب وسناجز الشاكرين وسيجز الله الشاكرين فالله سبحانه وتعالى أطلق جزاء الشاكرين إطلاقا لذلك العظم قالوا إبهام الجزاء دليل على عظم الأجر دليل على عظم الأجر لذلك ربنا قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ما قيدش الجزاء هنا ما قيدش الجزاء نعم فالله سبحانه وتعالى أطلق جزاء الشاكرين إطلاقا أطلق جزاء الشاكرين إطلاقا لذلك الشكر كما قلت عبادة عظيمة لذلك أثنى ربنا على أنبيائه بصفة الشكر ربنا قال في حق نبينا إبراهيم عليه وعلا نبينا الصلاة والسلام لما قال في آخر سورة النحن إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين اسمع شاكرا لأنعمه يا الله يا بختك اللي تشكر ربنا ستقتدي بأنبياء الله ستقتدي بأنبياء الله لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى في حق نبينا نوح إنه كان عبدا شكورا كان يشكر الله عز وجل في كل وقت لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى في حق نبينا داود اعملوا آل داود شكرا اعملوا آل داود شكرا لذلك قالوا بعد هذه الآية لما بعد هذا الأمر اعملوا آل داود شكرا لم يمر ساعة من آل داود إلا وفيهم مصلي يعني يصلي في كل ساعة لذلك لما قلنا إن الشكر عبادة تعتمد على قلب وتعتمد على لسان وتعتمد على جوارح لذلك القلب يقينا أن يعترف بنعم الله عليه أن يعتقد يقينا بأن النعم من عند الله سبحانه وتعالى فإذ اعتقدت يقينا بأن النعم من عند ربك ستزداد محبة الله في قلبك ويزداد خوف الله في قلبك ويزداد رجاء الله في قلبك عندها ستشكر الله بلسانك عندها ستشكر الله بلسانك ستكثر من ذكره ستكثر من ذكره سبحانه وتعالى لا تخفل عن ذكره أبدا لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى وأما بنعمة ربك فحدث حدث بنعم الله عليك حدث بنعم الله عليك ما الدريش نعم ربنا عليك تلاقي واحد ربنا منحطيه له وتلاقي ماشي يدوم قطعه واحد ربنا مندينه وباخل على نفسه انه يقول دي نعمة ربنا علي حدث بنعمة الله عليك لا تلاقي سبك باما يقول لك ايه درع على شمعتك تقيد لا 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 سبك جمده كله واما بنعمة ربك انا ممنعش ان فيه حسد فيه حسد لكن حصن نفسك حصن نفسك بالآيات حصن نفسك بالأدعية النبوية عشان تحافظ على نعم الله عليك لكن حدث بنعمة ربنا عليك ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده تلاقي جايب عربية اقول لك اه مسحيتها من واحد وسليفها من واحد خايف على نفسه لا واما بنعمة ربك فحدث حدث بنعمة ربنا عليك ربنا اعتق صحة اقول الحمد لله اعتق مال اقول الحمد لله اعتق اولاد اقول الحمد لله الحمد لله على كل حال الحمد لله على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم كان كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صره شيء كان يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وإذا رأى ما يكرهه قال الحمد لله على كل حال الحمد لله على كل حال يبقى شكر اللسان أن تكثر من التحدث بنعم الله عليك أن تكثر من ذكر الله عز وجل الثناء على المحمود وعلى المعبود سبحانه وتعالى أن تكثر من الثناء عليه لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير لي مما طلعت عليه الشمس يا الله خير لي مما طلعت عليه الشمس خير لي مما طلعت عليه الشمس لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل صباح وفي كل مساء كان الحديث أدراء أبو داود من حديث ابن غنام رضي الله عنه أن حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان حين يصبح يقول اسمع اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك اسمع بقى شوف التحدث بنعم الله اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر النبي بيقول إيه اللي يقولها حين يصبح فقد أدى شكر يومه يا الله إيه دي دي أنت أدت شكر اليوم كله من الفجر للمغرب مجرد شوف كلمة دعاء بسيط جدا والله لن يأخذ منك أكثر من ثواني من ثواني اسمع الحديث مرة أخرى والدعاء مرة أخرى كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في حين يصبح كما في الحديث الذي رأى أبو داود وحسنه ابن حجر والنووي الحديث ابن غنام رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول حين يصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا الله يبدو عادة يأخذ منك حاجة تعفظته أقوله مرة كمان مرة كمان تلت عشان تعفظه وعشان تحفظيه اسمع بقى الحديث بقول لك إيه أو الدعاء بقول إيه حديث روابه داود وحسنه ابن حجر وحسنه النووي من حديث ابن غنام رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال حين يصبح يقول اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر من قاله حين يصبح فقد أدى شكر يومه يا الله إيه أنت عاوزك طبعا من كده إيه أنت أدت شكر الصحة وأدت شكر الأولاد وأدت الشكر على مالك وأدت الشكر على كل نعمة أنعم الله بها نعمة الزوجة نعمة الوالدين أي نعمة ربنا أنعم بها عليك بأن تأدت شكرها بالدعاء دي ويقول بقى حين يمسي يقول بقى اللهم أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر من قاله حين يمسي من المغرب للفجر من قاله حين يمسي فقد أدى شكر ليلته والليلة بتحصل من إمتى الليلة في توقيت الإسلام بتحصل من المغرب للفجر واليوم بيبدأ من الفجر للمغرب يبقى أنت لو قلت الصبح بعد الفجر يبقى أنت أدت شكر اليوم ولو قلت بعد المغرب أو قبل المغرب قلت يبقى أنت أدت شكر الليلة أنت عوزك طبع من كده إيه ضعاء بسيط جدا 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 مش ياخد منك ثواني مش ياخد منك ثواني طيب بقى أدت شكر اللسان بعد قلبي واللسان الجوارح بقى الجوارح دي ما فوت أؤدي شكرها كيف أؤدي شكر الجوارح بإيه بأن تستغلها في طاعة ربك تستغلها في طاعة إيه ربك ربنا أنا عم عليك بسمع ما تستغلش السمع دي في معصية الله عز وجل ينتل النهار قد تسمع أغاني تخيل كده أو أنظر لواحد ربنا أخذ منه سمعه نفسه والله يسمع شوه القرآن والله نفسه يسمع كلام عن الله والله نفسه يسمع كلام عن رسول الله وإنت ربنا أنا عم عليك بالسمع وقعد تستغله في سمع الأغاني يا أخي استحي من ربك والله لابد أن تستحي من ربك واحد ربنا أنا عم عليك بالسم قعد للنهار يطلق على أفلام وأفلام إباحية وكل ما يغضب الله عز وجل كل ما يغضب الله عز وجل يا أخي استحي من ربك والله الأعمى أو الكفيف الذي أخذ الله بصره أو أخذ الله حبيبتيه والله نفسه يقرأ القرآن نفسه يمسك المسعدة لا يقرأ القرآن ونفسه إنه هو ينظر إلى العلماء ونفسه ينظر إلى إلى ملكوة الله سبحانه وتعالى وإنت ربنا أنا عم عليك ببصر وبتستغل هذه النعمة في معصية الله ربنا أنا عم عليك بيد تستغل هذه النعمة في معصية الله ربنا أنا عم عليك بقدم تستغل هذه النعمة في معصية الله يا أخي استحي من ربك استحي لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليلة حتى تتورم قدماه تتورم قدماه تقول له يا سيدة عائشة يا رسول الله أوليس كنغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وتقدم تتعب نفسك ليه يا ربنا غفر لك ذنوبك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورة عبدا شكورة هذا هو الشكر الجوارح أن تستغلها في طاعة ربك عز وجل أن تستغلها في طاعة ربك عز وجل لذلك قال ربنا لآله اعملوا ما قال شكورة قال ربنا شكورة اعملوا فالشكر عمل الشكر عبادة خلقت من أجلها فلا تبخل على نفسك لا تبخل على نفسك بهذه العبادة العظيمة لذلك قالوا ونختم بهذا قالوا إن حقيقة الشكر حقيقة الشكر أن الشكر من أعلى المنازل وأرقاها مقاما لذلك قالوا إن الشكر نصف الإيمان الشكر إيه؟ نصف الإيمان فالإيمان نصفان نصف شكر ونصف صبر الإيمان إيه؟ نصفان نصف شكر نصفه شكر ونصفه الآخر صبر لذلك قال يا حبيبنا ما تصلى عليه ما تصلي يا أخي ما تصلي اللهم صلي وسلم وزيد وبارك عليه أن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال في حديث الذي روه مسلم من حديث الصهيب أن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته صراء شكر فكان خير الله وإن أصابته ضراء صبر فكان خير الله يبقى الإيمان نصفان نصف شكر ونصف صبر فالشكر نصف الإيمان لذلك كان أرقى المقامات وأعلى المنازل اللهم أعننا على ذكرك وشكرك وحسن عبارتك اللهم لا تحرمنا من شكرك واجعلنا من أهلك الشاكرين واجعلنا من أهلك الشاكرين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أذكر إلهك للأذكار أسرار لا تنسى ربك فالأذكار أنت